بسم الله الرحمن الرحيم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون في الآية السابقة بيّن الله تبارك وتعالى عاقبة الكفر والكافرين وفي هذه الآية الله تبارك وتعالى يبين عاقبة المؤمنين لتتم المقارن بينهما فتتبين الحقائق للناس وتتم الحجة عليهم قل فلله الحجة البالغة فبملئ إرادتهم يختارون الطريقة مع العلم الكامل بعاقبة الأمور وبشر يا رسول الله الذين آمنوا إيمانا حقيقيا إيمانا بقلوبهم وألسنتهم لأن الإيمان مو مجرد عقد القلب وإنما أيضا إقرار باللسان وعمل الصالحات بجوارحهم فهناك أمور ثلاثة لابد أن تتم حتى يكتمل إيمان الإنسان عقد بالقلب إقرار باللسان عمل بالأركان كما في الحديث الشريف الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان وفي الآيات الكريمة الله تبارك وتعالى حينما يذكر الإيمان يقرنه بالعمل الصالح يا رسول الله بشر الذين آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا الصالحات بجوارحهم شن البشارة؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحت أشجارها الجنة شنو هي؟ الجنة بساتين عدها أشجار ونخيل فأرض هذه الجنة أرض هذه البساتين من تحتها فالأنهار جارية من تحت الجنة على أرضها أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فتجري الأنهار على الأراضي بطبيعة الحال المنظر يكون جدا جميل أنتوا تصوروا بستان فيه أنواع الأشجار وتجري الأنهار من بين هذه الأشجار منظر رائع إلى أبعد الحدود المؤمن يعيش في هذا البستان ويؤتى برزق باستمرار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا متى ما رزق المؤمنون؟ منها من هذه الجنات من ثمرة رزقا يجيبوا لهم فاكهة وثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا طبعا في أصلها مثل ثمار الدنيا الاسم نفس الاسم النوع نفس النوع ولكن الخصوصيات تختلف الكيفية تختلف أفضل أنواع الثمار خليش يجيبوا لهم ثمار جديدة لأن الإنسان ينشرح بما ألفه أكثر الشي المألوف عند الإنسان إذا يجيبوا له ينشرح لذلك المألوف يألفون تلك الثمار لما رأوا منها في الدنيا أهل الجنة ومثل أصحاب النار اللي ما يألفون طعامهم طعامهم اللي هو من ضريع وشرابهم اللي هو من حميم في الدنيا ما ماكلين لا من ضريع ولا من حميم فهذا يزيد في عذابهم يزيد في ألمهم أما أهل الجنة فيألفون تلك الثمار وأتوا به يعني بهذا الرزق متشابهة يشبه بعضه بعضا ثمار الجنة يشبه بعضه بعضا في الجودة والجده أفضل أنواع الفواكه الممتازة الطازجة توجد في الجنة وكلها متشابهة مو مثل ثمار الدنيا اللي بعضها ناضجة وبعضها مو ناضجة بعضها جيدة بعضها رديئة لا لا ثمار الجنة متشابهة في الحسن في أنها من أفضل الأنواع شكلاً وطعماً ورائحةً ونضجاً وغير ذلك فإذن المنظر منظر بديع جداً الرزق أيضاً لا نظير له الرزق أيضاً وإن كان كأثمار الدنيا ولكنه لا نظير له بالإضافة إلى ذلك ولهم فيها يعني في هذه الجنات أزواج مطحرة مطحرة من جميع الجهات ما بها قذارات لا قذارات خلقية لا قذارات خلقية القذارات الخلقية البشر في الدنيا يفرز قذارات مثل الأوساخ من العين ومن العنف ومن الأذن الإنسان في الدنيا يفرز من الوساخات حوالي ثلاثين نوع أما في الآخرة ماكو هذاش هاي القذارات الخلقية وكذا القذارات الخلقية مثل الساب والشات والحساد والجوب والنميمة وما أشبه ذلك من الأخلاقيات السيئة والرذائل القبيحة ونحوها أما أزواج الجنة فهي مطحرة مطحرة بدنيا ومطحرة روحيا وهم فيها خالدون في تلك الجنات وهذا النعيم خالدون أبدا لا يموتون ولا يتحولون عنها ليش خالدون فيها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجيب لأن نياتهم في الدنيا لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالنيات خلدوا باعتبار أننا في يوم أمس ذكرنا رواية في وصف النار ليحذر المؤمنون اليوم نذكر رواية أيضا في وصف الجنة ليشتاق إليها المؤمنون الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته حفته خدامه وتهدلت عليه الثمار يعني الثمار تنزل لي جوه حتى تكون في متناول يده وتفجرت حوله العيون وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزرابي وصففت له النمارق وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك ويخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله هذه بعض أوصاف الجنة ولكن هناك درجة أعظم ثم أن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري ألا أنبئكم بخير مما أنتم فيه أخبركم بشيء أفضل من هذا فيقولون ربنا وأي شيء خير مما نحن فيه نحن فيما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم فيعود عليهم بالقول الله تبارك وتعالى يكرر هذا السؤال عليهم فيقولون ربنا نعم فأتنا بخير مما نحن فيه فيقول لهم تبارك وتعالى رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه فيقولون نعم يا ربنا رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا ثم قرأ علي بن الحسين عليهما السلام هذه الآية وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الذين يرثون هذا الفرداوس ويدخلونه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين